بهذا المقطع هنغير ثيم ويندوز وحنشوف خطوة بخطوة كيف فينا نوصل للنتيجة هاي باستخدام برنامج جديد ما استخدمناه من قبل تابع المقطع للأخير ولا تنسى اللايك والاشتراك أول شي رح نحتاج برنامج سيلن يو اي ورح نحمله من متجر مايكروسوفت بعد ما بيفتح معنا البرنامج منضغط على الشريط العلوي فوق ومنضغط على اعدادات ومنروح على الموارد ومنروح على الموضوعات في رابط منضغط على الرابط هنيك يودينا على صفحة ويب مننا رح نحمل الإضافات اللي رح نحتاجها أول إضافة معنا هي جرايند ستايل رح نضغط عليها ونضغط على تنزيل نضغط فتح وتمكين بعد ما نلاحظ كيف التطبيقات صارت موجودة فوق ثاني آداء رح نحمله هي أبل دوك رح نكتب أبل دوك مربع البحس ورح تطلع معنا أول خيار رح نضغط تنزيل وفتح نضغط على تمكين متل ما منلاحظ شريط المهام تحت تغير ثالث آداء هي ويف أنيميشن رح نضغط تنزيل ونضغط على فتح ونعمل لا تمكين هاي بتخلي شريط المهام تحت يصير متل ماك الانيميشن تبعه ورابع آداء معنا هي اميرسيف تول بار رح نكتبها نضغط على أول خيار بيطلع معنا نضغط على تنزيل وكل عادي منضغط فتح بعدين تمكين وهلأ متل ما منشوف الشريط العلوي للويندوز تغير بالكامل وهلأ لحتى نخلي الشريط العلوي يصير بنص رح نحمل أداة راوند تول نضغط عليها ونضغط تنزيل بعدين فتح نضغط على تمكين ومتل ما منلاحظ الشريط العلوي صار كله بنص فينا نحزف أي شي بدنا نضغط كليك يمين وإزالة الآداء الأخيرة اللي رح نحتاج نحملها هي دوت ستارت آيكون رح نكتبها ونضغط على تنزيل ومتل العادي فتح ونعمل لها تمكين هاي لقائمة إبدأ بتفتح معنا قائمة إبدأ هلأ منروح على مدير الخلفيات ومنسكر هذا الخيار ومنضغط على حفظ لحتى نختار نحن الخلفية من عنا نفتح مجلد ونختار الخلفية اللي بدنا ياها طبعا هاي الخلفيات كلها رح نحطها برابط بالوصف نعمل لها تعيين ومنطلع وهلأ بدنا نحمل برنامج راين متر رح اترك رابط تحميله بالوصف ونسطبه مثلو مثل اي برنامج تاني فنش والآداء الأخيرة هي بيكسور رح اترك رابط تحميله بالوصف بعد ما منستخرج الملفات منفتح أول ملف ومنشيل الصح عن هذا الخيار ونضغط على تحميل بعدين منفتح الملف الثاني ومنترك كل شي متل ما هو ونضغط تحميل متل ما منلاحظ فتحة معنى الآداء ونختار اللغة الانجليزية وتطبيق الثيم منختار الثيم اللي على اليسار وفتح معنى الثيم رح نختار الثيم الزجاجي اللي هو بالنص رح يكون متل ما منلاحظ الإيقونات صارت عنا زجاجية كلها بالكامل هلا منسكر هدول ونختار أي أدوات أو أي اختصارات نحن منحتاجها ومنحطها ولحتى نضيف أي اختصار جديد رح نضغط على علامة الزائد فوق ونختار الاختصار اللي بدنا ياه ونضيفه وهيك منكون وصلنا لنهاية المقطع لايك واشتراك واكتب لي بالتعليقات اذا عندك أي استفسار اشتركوا في القناة